هيئة التشاور والمصالحة مرة أخرى يظهر المجلس الانتقالي متلاقظاً كما هي عادته عقب نتائج اجتماعات هيئة التشاور والتصالح المتمثلة في التوافق الوطني تحت اسم اليمن الكبير والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه بعيداً عن مشاريع التقسيم والفوضى سلسلة اجتماعات عقدت هيئة التشاور والتصالح في مدينة عدن أسفرت عن إقرار الوثائق الثلاث وهي وثيقة اللائحة الداخلية لهئة التشاور والمصالحة وثيقة الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية بالإضافة لإقرار تشكيل خمس لجان لدعم الهيئة اتفاق يجري التسويق له باعتبار اتفاق تصالح بينما يوصف بالقوى البطنية وهو ما أكد عليه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الذي اعتبرها تمثل إضافة قوية بالنسبة لمستقبل أكثر تماسكا واطمئنانا وإننا نأمل أن تمثل اجتماعات الهيئة الموسعة رسالة إضافية قوية بالنسبة لمستقبل أكثر تماسكا واطمئنانا بوضع اللبنات والأطر المرجعية لحماية توافقنا الوطني وإرادة شعبنا وضمان المشاركة المجتمعية الواسعة دون إقصاء أو تهميش الاحتفاء الرسمي اللافت تمثل أيضا بمخاطبة رئيس الوزراء لأعضاء الهيئة مشيرة لمخرجاتها التي قال بأنها ترسي مبادئ مهمة لترسيخ دور الهيئة نبارك لكم نجاح اجتماعاتكم ونشيد بروح التوافق والمسؤولية التي سادت أعمالكم التتويج بمخرجات ترسي مبادئ هامة لترسيخ دور الهيئة نعول على هذا الدور الهام ولكم كل الدعم والمساندة من كل مؤسسات الدولة وهيئاتها لكن اللافتة في الأمر أن ما وافق عليه رئيس وأعضاء هيئة التشاور التابعون للمجلس الانتقالي عادوا ليلا ليغردون من منازلهم عن الاستمرار في مشروع الانفصال رغم مباركتهم نهارا لاتفاق التصالح ومشاركتهم في حفله الختامي المقام تحت مظلة الجمهورية والطير اليمني تناقض الانتقالي ذلك أعاد إلى الأذهان وضع المجلس بعد قبوله المشاركة في مجلس القيادة الرئاسي والانخراط في العمل السياسي لكنه رغم كل ذلك نحى جانبا كل تلك المكاسب التي أهديت له على طبق من ذهب واستمر في مشروعه الانفصالي أمر يجدد التأكيد على حقيقة الميليشيا واستحالة قبولها بالحلول السياسية فهذا الانتقالي فصيل ميليشاوي صعد إلى المشهد عبر انقلاب مسلح مدعوم من دولة الإمارات واستمر رغم كل التنازلات في خوضه الحروب ضد القوات الحكومية وإعاقة استعادة الدولة ترجمة نانسي قنقر